السلام عليكم ورحمة الله. ننتقل الان الى الخصائص في مجال النشاطات والاهتمامات بالنسبة لاطفال التوحد. عندنا نقطتين مهمين جدا هو السلوك النمطي. السلوك النمطي اتكلمنا عليه قبل كده وبنقيل عليه تاني ان الاطفال التوحد عندهم بعض السلوكيات النمطية غير الهدفة. هو بيقرب سلوك معين اذا كان اه القفز اذا كان تحريك اليدين عبره. ان هو بيحاول يحرك يدي بطريقة غير طبيعية. ده بالنسبة لالاطفال التوحدين في بعض الارحاس قدت ان هو نوع من الاستصارة الزاتية. بيقوم بيها الطفل التوحدة عشان يخفض مستوى الاحباط والتوتر خصوصا مستوى ايه? التوتر. بيحاول يخفض مستوى التوتر بالسلوكيات النمطية المتكررة ودي من الاشياء المميزة جدا لاطفال التوحد. كمان عندنا التعلق باشياء محددة. لاطفال التوحدين عندهم رغبة كباف الارتوبات والتعلق باشياء محددة. زي ما انا قلت لا هو متعلق مثلا بالعجلة اللي في السيارة اللعبة. ما هوش في السيارة كلها لا. هو ماسك السيارة وعمال ليحرك العجلة فقط لغير. او بعض الالعاب بيتعلق باشياء بسيطة فيها. طيب. تعالوا نشوف كمان الخصائص المعرفية. الخصائص المعرفية بالنسبة للاطفال للتوحدين. احنا قبل كده زكرونا ان عندهم بعد لاطفال التوحدين النسبة الاجبر منهم عندها عاقة عقلية. في بعض الابحاث قالت انهم 70% منهم عندهم كتوات عقلية متدنية تصل الى عاقة العوق لها وفي بعض الابحاث قالت ان نسبتهم تصل الى 85%. ولكن في نسبة من الاطفال الترحد احيانا بيكون عندهم قدرات مرتفعة في جوانب محددة مثل الزاكرة الحساب بعض الفنون مثلا بيبقى عندهم اشياء كده ايه يعني استثنائية بالنسبة للاخرين بس كمان عايزين نعرف ان هم برضو عندهم الترباط في الانتباه عندهم مشاكل التشتوت جميل كل ده برضو بيؤثر على القدرات او الخصائص المعرفية. اخر نقطة بالنسبة لخصائص الاطفال الترحدين وهي الخصائص الحسية. والخصائص الحسية خاصة بالحواس. فبعض الاطفال الترحدين عندهم مشاكل خاصة بالحساسية السمعية. بعضهم بيسمع اصوات لا يسمحها الاخرون بتسبب لهم ازعاج وارتباك. بعضهم يعني بالنسبة له الصوت الموتفع ده مشكلة كبيرة جدا بتسبب له توطر عالي جدا. وبعضهم الاخر برضو يعني بيقول له بعض الاشياء عدم في بعض الاحيان يوتطن بالحائط وبالنسبة له شيء عالي او ان هو يعني الشعوب بالنسبة له او الاحساس بالنسبة له في بعض الاحيان بيكون في مشكلات وقد لا يشعروا بهذه المشكلات. كمان عندهم حتة التعارض للخطر هو لا يدرك مستوى الخطر يعني بالنسبة له اه الخطر لا في اشياء مثلا اه خطيرة هو لا بيعني بيحاول ان هو ايه يحاول ان هو اه يتعامل معاها بدون وعي. الهم الهم زمان الهم 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 ال MI